في بعض الأحاديث الأخرى فضرط خالد ضرطة منكرة من يفعله فرد واحد اللي يقتلني أضيق حلقة إست منك الإست في اللغة العربية الفصحى يعني الطيس أمير المؤمنين يستعمل كلمة الطيس في مسجد رسول الله بمناسبة صلاة الفجر والناس مجتمعون نعام أمير المؤمنين يريد يقول ليامنيو أما التوسع هذا المقزز بالألفاظ الخادشة للحياء العامية الدارجة الشوارعية اللي ما يستخدمها إلا أهل الصياعة يعني واحد من اللي يتحمل أنه يسمع هذا الكلام وهو جالس مع بنته مثلا هذا عيب قبح هذا الطيش أصلا ترجمة نانسي قنقر